مواجهة الإرهاب الداخلي والخارجي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه وشعوب المنطقة كان شعاراً لمؤتمر نظمته منظمة مجاهد خلق الإيرانية في العاصمة الألبانية تيرانا وضم ممثلين عن الجاليات الإيرانية في خمسين مدينة حول العالم مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الجناح السياسي لمجاهد خلق تحدثت في المؤتمر مطالبة العالم باحترام حقوق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية وبإرسال ملف إرهاب النظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي ومحاكمة قادته وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي رجوي في كلمتها أكدت أن العالم إن أراد وضع حد لإرهاب النظام الإيراني فإن قوائم المنظمات الإرهابية للخارجية الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي لا بد أن تتضمن قوات الحرس الثوري ووزارة المخابرات والأجهزة الإعلامية التابعة للنظام ولا بد كذلك من قطع يد الحكومة الإيرانية ومنعها من الاستفادة من عوائد النفط لأن كل برميل نفط يبيعه النظام يمثل في رأي رجوي رصاصاً يستهدف أبناء الشعب الإيراني وشعوب المنطقة من جانبه تحدث النائب الأمريكي السابق باتريك كينيدي أمام المؤتمر مؤكداً أن الاحتجاجات الشعبية في إيران تطالب بتغيير أساسي إلا أن نظام طهران ينتهج سياسة تقوم على قمع الحراك الداخلي ونشر الإرهاب في الخارج داعياً إلى تكثيف العقوبات ضد طهران للحد من قدرة النظام على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات إنعقاد المؤتمر يأتي في ظل استمرار المظاهرات الشعبية والإضرابات العمالية والاحتجاجات الطلابية في إيران كما يأتي المؤتمر بعد أسابيع قليلة من مؤتمرين عقد بالتوازي في كل من لندن وكوبنهاجن للدفاع عن قضية الأحواز ومواجهة الإرهاب الإيراني العابر للحدود الأمر الذي يشير إلى أن ثمة حراكاً احتجاجياً يزداد تصاعداً ضد نظام طهران فهل يصل الأمر إلى إسقاطه؟ الأيام والشهور القادمة ربما تجيب على هذا التساؤل